وصلت المحاصصة داخل الحشيد بمعنى الأمن والانضباط للعصائب هذا مثال ماذا؟ رئاسة الأركان للكتائب فلان لل... جيد ما أخفيك منذ السنوات الأولى لتشكيل الحشيد كان هناك ضغط كبير وأنا بحكم قربي من الحاج الشهيد المهدي الظالم الظالم مع أنه كنت عدي فصيل حالي حال الفصائل الأخرى لكن كنت أرى وأسمع ويعيش الضغوطات التي تعرضتها الحاج المهدي كانت كثير من الفصائل تضغط بهذا الاتجاه أنه هاي المديرية لفلان فلازم المديرية الأخرى أصير لفلان لازم المديرية الثالثة أصير لفلان وأصر الحاج أبو مهدي رحمة الله عليها على أن يبعد الحشيد عن هذه المحاصصة بين الفصائل وكان يحدثنا دائما ويقول للأخوة أيضا قادة الفصائل أنه إذا وصلنا إلى هذه المرحلة أغرأوا على حشد السلام لأنه معناته إذا زعل الفصيل فلاني ستذهب إلى المديرية كلها تزعل وإذا زعل الفصيل فلاني تزعل المديرية الأخرى لذلك قاوموا هذا الطرح واقتنع الأخوة قادة الفصائل وبقي الأمر بيت قيادة الحشيد كان الحاجب مهدي رضا الله تعالى هو المعني حتى الحاجب الفياض غير معني بتعين مدراء الصنوف ولا أمراء الألوية كان تحدث عن أيام المعركة كلها كانت بيدي الحاجب مهدي بشكل تام بعد 2018 كانت بالتشاور بين الحاجب مهدي والحاجب الفياض الفصائل أحيانا سيجب مهدي يشاورني مو باعتباري فصيل حتى أخذ حستي لا باعتباري أنا خبير بالحشيد من أول جند انتماله إلى آخر معركة يشترك بها فأكيد من يسألني عن فلان ما رأيك بي فلان ما رأيك بي طبيعي يسألني أنا ويسأل غيري وهذه قضية طبيعية الآن فبقي الأمر على ما هو عليه الأخ الفياض تابع هذا الموضوع ويرفض المحاصصة نعم قلت لك ذا يجي أحمد الأسدي ويرشح لشخص قيادي مؤهل بيكد المواصفات بس هو مقاتل بالحشيد مو جاي من جند الإمام حتى ريدي أخذ حصة إلى جند الإمام ولذلك إلا اليوم أنا عشر سنين بالحشيد لا أخذني مديرية ولا أخذني قيادة عمليات وهنا جزء أساسي من الحشيد